السلام عليكم طلاب الحلوين كيف حالكم لهذا اليوم اليوم الأحد الموافق السادس من شهر كانون الأول لعام 2020 إن شاء الله بداية أسبوع مليء بالنجاح والتفوق بإذن الله اليوم سوف نبدأ بدرس جديد من دروس التربية الاجتماعية هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا عنوان درسنا لهذا اليوم السلامة على الطريق إذن ما عنوان درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم رائعون السلامة على الطريق هيا بنا لنتعرف على إرشادات السلامة على الطريق إذن من الإرشادات الخاصة بالطريق أولا عبور المشاة الشارع من المكان المخصص أي ممر المشاة بانتظام إذن يا ثاني من هم المشاة؟ إحنا اللي بدنا نعبر الشارع يجب علينا أن نقوم بعبور الشارع من المكان المخصص أي ممر المشاة بانتظام إذن يجب علينا عبور الشارع من المكان المخصص ممر المشاة بانتظام إذن من الإرشادات الخاصة بالطريق أولا عبور المشاة الشارعة من المكان المخصص أي ممر المشاة بانتظام حتى لا نعرض حياتنا للخطر يجب علينا عبور الشارع من المكان المخصص أي ممر المشاة لنشاهد معا هذه الصورة المشاة الولد البنت يقومون بعبور الشارع من المكان المخصص وهو ممر المشاة بانتظام ثانيا الالتزام بالإشارة الضوئية للسيارات وهذه هي الإشارة الضوئية وأنا أعرف ومتأكد أنكم جميعكم تعرفون الإشارة الضوئية لأنكم دائما تشاهدونها في الطرق ولكن اليوم سوف نتعرف معا على ماذا يدل كل لون من ألوان هذه الإشارة إذن دلالات ألوان الإشارة الضوئية للسيارات هيا لنتعرف معا اللون الأحمر ماذا يدل اللون الأحمر في الإشارة الضوئية؟ ماذا يدل؟ أحسنتم يدل على قف ماذا يدل؟ ماذا يدل؟ أستعد للتوقف اللون الأخضر امشي انطلق إذن هذه هي دلالات ألوان الإشارة الضوئية للسيارات إذن اللون الأحمر قف اللون البرتقالي أستعد للتوقف اللون الأخضر امشي انطلق ثالثا اللعب في الأماكن المخصصة لها وليس في الطريق والسبب في ذلك يا صغيري حتى لا نعرض حياتنا للخطر إذن حتى لا نعرض حياتنا للخطر يجب علينا أن نلعب في الأماكن المخصصة مثل الحدائق ثانيا حتى لا نزعج المواطنين حتى لا نزعج المواطنين إذن اللعب في الأماكن المخصصة لها وليس في الطريق والسبب في ذلك أولا كرر معي يا صغيري حتى لا نعرض حياتنا للخطر ثانيا حتى لا نزعج المواطنين رابعا المحافظة على نظافة الطريق وذلك بعدم إلقاء نفاياتي من السيارة في أثناء سيرها لأسباب منها أولا هذا التصرف قد يربك سائق السيارة الثانية في الخلف وقد يسبب الحوادثة إذن هذا العمل أو التصرف يا صغيري قد يربك سائق السيارة الثانية في الخلف وقد يسبب الحوادث ثانيا هذا العمل يلوث البيئة هذا العمل يلوث البيئة إذن رابعا المحافظة على نظافة الطريق وذلك بعدم إلقاء النفايات من السيارة أثناء سيرها أولا لأن هذا التصرف قد يربك سائق السيارة الثانية في الخلف وقد يسبب الحوادث ثانيا هذا العمل يلوث البيئة إلى هنا تنتح حصتنا لهذا اليوم الله يغطيكم العافية اشتركوا في القناة